وفي المحور الاقتصادي تعقد لجنة الاستثمار الخاص جلسة متخصصة تحت عنوان ما بين الواقع والفرص والتحديد كما تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي جلسة متخصصة ضمن المحور الاقتصادي بشأن دور الدولة في توفير مسلزمات الانتاج والتسعير مصغرة وفيها خبراء وفيها مجموعة برضو من الأحزاب عشان يتم سياغة نص المادة المتعلقة بنظام الانتخابي لإدارة المحلية حقيقة لجلسة اللي فاتت كان فيه توافق من الأحزاب اللي موجودة على نظم انتخابية معينة وبالتالي فده يعني يعتبر شوط كبير تقطع شوط كبير جدا في مسائل الإدارة المحلية أو نظام الانتخابي الإدارة المحلية وبالتالي النهاردة نعقد اللجنة المصغرة عشان سياغة النص بالفعل بدأنا الأول تعرضنا على النص الدستوري مرة أخرى عشان نأكد على تواجد النسب ونتأكد من دستورية النص اللي حيتم سياغته بالنسبة للنظام الانتخابي تم طرح التحديات اللي بتواجه قطاع الزراع المصرية من مشاكل ويمكن اللي تلخصت في مشاكل محددة اللي هي نظرة المياه مع أزيادة السكانية الرهيبة اللي بتواجه الدولة المصرية اللي بتعتبر أكبر تحدي عشان النهاردة الغذاء هو مشكلة عالمية احنا جزء من العالم بنتأثر بشكل كبير ولكن محدودية المياه أثرت بشكل أكبر لأن احنا النهاردة تقريبا بنستورة 50% من غذائنا من خارج الدولة المصرية التحديات اللي تم طرحها من كافة القطاعات النهاردة في الجلسة التخصصية بيتم صياغة التوصيات لحل هذه التحديات اللي تم الاستماع لها من الفلاح المصري من ممثل النقابات من ممثل الأحزاب المصرية بكافة يعني أنوحها النهاردة إن شاء الله بإذن الله بنضح حلول النهاردة إحنا محتاجين نعمل إيه للرقعة الزراعية القديمة محتاجين نعمل إيه للمساحات اللي تم إطلاقها والمشروعات اللي تم إطلاقها المشروعات القومية اللي سيادة الرئيس بدأ يطلقها من عام 2016 المليون ونصف الدين الدلتة الجديدة مشروع مستقبل مصر السوب الزراعية كل المشروعات دي النهاردة إحنا النهاردة بنضع حلول لكيفية تعزيز الاستفادة منها لكي تحقق الهدف منها